لم يستطع الأميرة الحسين أن يسكت عن الموقف الذي تعرض له هو ورجوة خلال الأيام الماضية والتي شهدت فترات صعبة خلال ولادة الأميرة الصغيرة إيمان حيث قرر أن يقوم برد فعل فاجأ الجميع لسيما كل من كانوا بجواره في تلك الفترة رسالة مهمة وجهها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله بعد أن اطمأن على صحة زوجته الأميرة رجوة بعد ولادته للأميرة إيمان بنت الحسين الحسين قرر أن لا يفوت الفرصة لتوجيه رسالة لكل الأشخاص الذين وقفوا بجانبه في الأيام الماضية لا سيما خلال الفترة الصعبة التي عاشها أثناء عملية الولادة وبعدها ولهذا وجه ولي العهد الأردني الشكر لنشاما الخدمات الطبية الملكية على ما قدموه من رعاية طبية لزوجته ومولودتهما الأميرة إيمان بنت الحسين طيلة الفترة الماضية وكتب الحسين عبر انستجرام تعليقا على صورة تجمعه بالأميرة رجوة ومولودتهما الجديدة إيمان من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا لنشاما الخدمات الطبية الملكية على ما قدموه من رعاية طبية لرجوة وإيمان طيلة الفترة الماضية وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن يوم الثالث من أغسطس الماضي أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين رزق بمولودة أسمياها إيمان في ظهورهما الأول معا بعد ولادة طفلتهما واستقى مقطع فيديو لحظة مغادرة الحسين ورجوة برفقة مولودتهم الجديدة الأميرة إيمان من المدينة الطبية في عمان وبين المقطع المصور لحظة خروج الأميرة رجوة من المستشفى في ظهورها الأول بعد ولادتها وهي ترتدي فستاناً أبيضاً أنيقة وغادر الأمير الحسين وهو يمسك يد الأميرة رجوة وبيده الأخرى يحمل طفلته الأميرة إيمان وسط أجواء من الفرح وعلى أصوات الزغاريد فيما تفاعل الأمير الحسين والأميرة رجوة مع زوار المستشفى وبدلوهما المحبة بالابتسامات والتلويح بأيديهما وظهرت خلفهما الأميرة سلمة وفي وقت سابق كشفت الملكاراني العبدالله زوجة العاهل الأردني عن الصور الأولى للأميرة الصغيرة إيمان ابنة الحسين ورجوة وكتبت على صفحتها الشخصية على انستجرام إيمان الصغيرة مكانك كبير في قلبي فرحتنا فيك ماء الهحدود لكن الصور كانت بدون الأميرة رجوة فيما تمنى ولي العهد والأميرة رجوة على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة باستبدال إرسال الهدايا أو بقات الورود بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام دعما للشباب والشابات الأيتام في موقف عكس المشاعر الكبيرة التي يحملها الأردنيين للحسين ورجوة والتي يصعى الثناء لاستغلالها بالشكل المناسب بما يخدم المجتمع ويساعد كافة فئاته فما رأيك في رسالة الشكر التي وجهها الحسين لأفراد الخدمات الطبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر